محليا كشف عمر غريب رئيس مردية الجزائر إلى أنه يسعى إلى تدعيم الخط الأمامي للفريق بمهاجمين من الطراز العالي قد يكون إفريقيان بنسبة جد كبيرة وهذا بعد أن كبرت طموحات الفريق الذي يلعب على العديد من الجبهات خاصة القرية منها وتألقه في كأس الكاف أين يوجد على بعد خطوة واحدة من ربع نهائي كأس الكاف